لم تعد المحسوبية خفية عن العيان بل واضحة لمن شاء ولمن أبى مذكرة مصلحية حملت ترقيم 298 يمنع فيها جهاز التصوير بالأشعة على عامة الناس ويبيح استعماله لعمال المؤسسة وذويهم فقط مختومة من قبل مدير المؤسسة الاستشفائية لتوغرث بورغلاو تم اتخاذ الكجراعة النجمة الضوء ومنع انتشار نشر هذه المذكرة المصلحية وكذلك نزعها من التدول مدير صحة لولية وورغلاو وإن أكد أن ما قام به مدير المؤسسة الاستشفائية إلى أنه نفع علم مصالحه بهذه التعليمة المخالفة لقوانين الجمهورية هذه التعليمة هي كانت تعليمة درع المدير من تلقاء نفسه بعلمنا أن المريض له الحق من يدوي في أي مكان وفي أي مؤسس من تاريخ الثاني من شهر فيفري إلى غاية الثالث والعشرين من نفس الشهر عشرون يوما كاملة سارت فيها الأوامر بتطبيق التعليمة إلى غاية إلغاء العمل بها ويبدو أن الأمر لا يقتشر على التوغرث فقط بل حتى من ولاية البوليدة هناك مواطنون من درجة ثانية وثالثة وآخرون لهم يوم خاص دون موعد إنهم كانوا أقربا للأطباء ترجمة نانسي قنقر